شكبالة بقى انت حريرك بتقول لي انا لو ما كانوا مش هتصالح طبعا مش هتصالح انت عارف بص يا بص هتفضل مشكلة لان في حاجة بينهم وهم الاتنين طيب مجلس الادارة عنده اجتماع بكر وفي بند في عقد شكبالة بيدي لحق المجلس الادارة ان يفسخ العقد بعد نهاية الموسم اللي فات ده هل تفتكر ان مجلس الادارة ممكن يناقش بند زي ده ولا ده شكبالة فصعب ان يتم طبعا توجيه الشكر لشكبالة او فسخ التعاقد مع شكبالة يبقى كده امه كده خلاص عليه العوان يعني كده يبقى مجلس الادارة رحل لو خدوا خطوة زي دي لان كده دخلت في مساء ها طبعا دخلت في مساء الشخصية وتصفية حسابات هو انا اه انت ما بتشتغلش بقى لمصلحة النادي لا خالص هو انا قدري او مشكلتي ان منضوعها بس بيحبني ايه المشكلة ما انت بتحب وبتقرأ واخد بالك طب الراجل بيحبه هيعمل لك ايه الراجل ده في يوم من الايام خلى شكبالة ده كان نجم النجوم ويداله اكبر عقد لما كان مسك رئيس النادي هقولك على مفاجأة محمد صلاح مجاش نادي الزمالك عشان كان الستاذ منضوع عباس افيونتو شكبالة مش عايز حد ييجي يعكن عليه ويعكر عليه الموضوع ده ويلعب على شكبالة عشان كده قال جملته الشهيرة انه صلاح لسه قدامه شوية علشان ينصهر مع الفريق هو بيقول كده علشان في النهاية مش عايز حد ييجي ييجي عكن عليه ومشوفش شكبالة مش هو في الوقت ده كان بيدله اعلى عقد اي لعيب كان في الوطن العربي ومصر صح من جيبه صح يعني ده شكبالة ما قاله طيب البعض الناحية التانية يقولك مين الناحية تانية لا لا هقولك بس انت ضلت بقى لا 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 يقولك هقولك اللي جانبي اللي جانبي انش كبالة انش كبالة رجع بسبب الفترة ديت ان رئيس النادي السابق مرتنا منصور هو اللي رجعه فبالتالي ليه ما شالش الجميل ده طيب ما شال الجميلة هو هو انت رجعتني بس هو انا كنت عجز وانت رجعتني مم ده انا شكبالة هروح الاسماعيلي اروح المصري اروح القالي اروح اي حتة انا الشكبالة مم وجود في اي حتة مؤثر انت لو اي تجري ورايا مش انو انا اللي اجري وراك مم متقوليش بقى اصلي ديت جابوا جابوا لإيه من وكان مقسر الدنيا في الاسماعيلي مم هو لو ما كانش كسر الدنيا في الاسماعيلي كنت اجيبه ، لا وفي النهاية داش كبالة بس يعني سيبك انه ما اكسرش الدنيا بس داش كبالة وابن نادي الزمالك ويجي غزبا عن اي حد انت فترة هتمشي وده فترة هيمشي وده فترة هيمشي انما ده رمز رمز من رموز نادي الزمالك